بداية قلوبنا مع العائلة قلوبنا مع جميع عائلات بلادنا الذين فقدوا فلذات أكبادهم فقدان الشباب النساء الأطفال نحن نتحدث عن قتل النساء لا يختلف قتل المرأة عن قتل الرجل لا يختلف قتل المرأة عن قتل الطفل القتل كله قتل والله سبحانه وتعالى حرم علينا القتل النفس التي حرم الله قتلها ومن يعتدي على مخلوق خلقه الله عز وجل ليعيش هو يعتدي على الله ومن يعتدي على الله فليأذن بحرب من الله ومن يستطيع الصمود والوقوف والتحمل أمام إعلان الحرب عليه من الله سبحانه وتعالى أنا أناشد من هنا كل القتل أو الذين يفكرون بالقتل أو الذين يتعاملون في هذا المجال اتقوا الله سبحانه وتعالى في أبناء شعبكم اتقوا الله في أباء البيوت اتقوا الله في النساء اتقوا الله في الأطفال وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها قواعد يعني كنا نسمع قديما على أن عصابات الإجرام في العالم لها قواعد لها برنامج لا يعتدون على كبار السن لا يقتربون من النساء لا يقتلون الأطفال نحن في سنة 2022 تجاوزنا المئة وعشر قتلى وكان لنا أمل كبير أن ينخفض بشكل ملحوظ عدد القتلى في بلادنا من أبناء شعبنا ولكن للأسف الشديد البارحة واليوم نصبح على الإعلان والخبر عن قتل هذه المرأة من عائلة كسابري هذا الأمر مقلق مزعج محزن إلى أبعد الحدود ومن هنا تكون المناشدة يكون النداء القوي والعظيم النابع من القلب إلى متى سيستمر نزيف الدم في أبناء شعبنا نحن خلقنا الله عز وجل لنعيش لنحيا في هذه الدنيا واعتبر أن دم الإنسان البريء المؤمن وقطر الدم واحدة أغلى عند الله تعالى من هدم الكعبة لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل رجل مؤمن كيف نتجرأ على هذا الأمر كيف نستفيغ وصولنا إلى هذه المرحلة الحديث عن القتل والدماء والإجرام في بلادنا وفي أبناء شعبنا ونحن الشعوب التي تنتمي إلى الديانات السماوية نحن ننتمي إلى الله نحتمي إلى القرآن والإنجيل والتوراة وكل الكتب السماوية حرمت القتل واعتبرت القتل من الكبائر كبيرة والذي يرتكب الكبيرة هو يضع نفسه في ذلك الموقع أنني على استعداد للدخول مع حرب مع الله تعالى هذه حرمات هذه مقدسات قدسها الله عز وجل ومن هنا كان آخر كلامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يدل على حرمة الدماء وعلى صعوبة ارتكاب هذه الكبيرة كلنا أمل أن يستيقظ أبناء شعبنا من الشباب من الرجال من النساء أن يدركوا أن التفكير والظن أن القتل هو أمر بسيط هو كبيرة من الكبائر التي حرمها الله عز وجل علينا ودعانا للاجتناب والامتناع عن الدخول في عالم الإجرام وسفك الدماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن العائلة وأن يحقن دماء شبابنا ونساءنا وأطفالنا وكبارنا من كل وسيلة إجرام وندعو الله بالهداية للجميع حتى نعيش الحياء الكريمة التي أراد الله عز وجلنا أن نعيشها على هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر